السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتا مصحة منشستر يونيتد يد هاس ريال سيداد بربعية نظيفة كده في الدوري الاوروبي عشان يرتاح في مطش العودة خصوصا ان هو هيكون وقتها داخل على مطشين قويين جدا في الدوري زي تشيلسي ومنشستر سيتي واللي بيحز في نفسي حاجة واحدة بس لا 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 مش اني مثلا امد يالله ما خدش وقت كبير في الملعب ولا ان انت مثلا ما قدتى ما نزلش الراجل اللينا كتير مشوفناهوش مثلا من الاول ولا اننا كنا نقدر نجيب اهداف اكتر من كده ولا تضييع تراشفورد الانفراضين اللي بيحز في قلبي ان انا ما شفتش المطشة اصلا بلا بينا دوس لايك للفيديو اشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن مطش ريال سيداد ومنشستر يونيتد طبعا انا عارف دلوقتي ان انت بتسأل هو انت ازاي لما ما شفتش المطش بتعرف كل ده انه هو حصل هقولك انا تبعت بس ملخص المطش لقيت ان احنا الفريق بتاعنا اولا كان فيه روتيشن عمله وده شيء جميل جدا ان انت قدرت ان انت تستغل المساحات اللي سيبها لك ريال سيداد وان ان انت تقلص المباراة ان انت ما زلت بتعاني في اول المباراة من التركيز بتاع اللعيبة وشوفنا ده فرصتين حصلوا لريال سيداد وعمك بايه غلط فيهم وكان ممكن تتغير النتيجة بدري بدري شوفت ايضا ان عمك راشفورد بينفرد انفراضين وفي الاخر بيشوت في الحارس يعني مش عارف احنا المرة اللي الجاية نتفق ان احنا لما ييجي انفراض لرياشفورد الجون يسيب له للملعب ويمشي كده ويسيب له الجون يمكن يقدر يجيبها الجون ولا حاجة يعني مع الرغم انه هو جاب الهدف التالي طبعا من التشكيلة اللي نزل بها قولي جولنر سلشار كانت تشكيلة جيدة جدا ان هو ينزل بهندرسون وينزل بتيلس وماجواير وكمان معاه بايه وبساكا خط النص مكون من فريد ومكتوميناي وده كان عشان كده يبقى الهجمات والاستحواز بتاع ريال سيداد يقدروا انهم يستعيدوا الكرة بسرعة ودايما لما ينزلوا التنين دول اعرف ان منشيستر رونيتي ده هيلعب على التحولات الهجومية وبنزل بهجوم مكون بكل من بورونو ومعه راشفورد ومعه ايضا جرينوود ومعه دانيال جيمس وزي ما قلتلك انا مش حلوم على قولي جولنر سلشار لو نزل بالتشكيلة الاصلية والاساسية ولكن ان هو يغير في التشكيلة ويكون مآمن بحظوظه ان هو يقدر من خلال التشكيلة اللي حصل فيها تغيرات دي ان هو يقدر يفوز على ريال سو سيداد فده شيء جميل جدا قولي جولنر سلشار ساب الاستحواز لريال سو سيداد وزي ما شفت في الاحصائيات في النهاية ان الاستحواز بتاعهم 60% ولكن ماذا يفيدك الاستحواز اذا ما كنتش عارف تأمن نفسك دفاعيا واعتمد على اقوى اسلوب عند منشوستر رونيتد وهو استغلال المساحات احنا الفريق عندنا بصراحة فريق مساحات ولسه شوية ان هو يبقى فريق استحوازي قصد كل الفرق لكن فرقة ممكن زي ريال سو سيداد اقولك ان احنا نقدر نستحوز عليها ولكن قولي جولنر سلشار حب يلعب على الجانب الامن الجانب اللي هو بيجيده وفرقته بتجيده جيد جدا عشان كده بنشوف من اول المباراة ان فيه فرص وفيه انفراضات عمك راشفورد ما تفهمش فيه ايه يا حج راشفورد يعني الكرة الاولانية قلت ماشي يمكن يعني اهل حارس تراما وقدر يصدها اللي كانت في الدقيقة اتنين دي مع انها غلطة يعني اصلا من دفاع سو سيداد وريال سو سيداد في الغلاطات بصراحة النهاردة ما اقولكش كانوا خط الدفاع بتاعهم اما الكرة التانية اللي هي ملعبالك عرضية وانت الجن مفتوح قدامك ويعني تقدر تشوت يمين تقدر تشوت شمال تقدر تشوت تحت تقدر تشوت فوق تقدر تشوت في كل حتة ما اخترتش اللي حارس المرمى هو ده اللي لونه مختلف عن اللي انت كل شايفه فروح تقول يا ناشين انا في اللون المختلف يعني شايف العرض قدامك اللون هبيض والشبكة اللون هبيض والارض اللون هاخدر ده اللي لابس اخدر فاتح لابس لموني يا معلم هي دي هي الحتة اللموني دي انا هشوف فيها ليه يا عم الحج ما هي مين كانت جون شمال كانت جون لو علتها عن الارض شوية جون في اي حتة ما تفهمش يعني انا لحد دلوقتي مش فاهم من ساحة موضوع ان احنا هنشتغل على الانهاء بتاع راشفورد وراشفورد بيه بسم الله ما شاء الله يعني عليه يعني في الانهاء مفيش زي واثنين يا راجل ده دانيال جيمس بينهي احسن منك يا راجل دانيال جيمس في المطش ده انا هاحسن منك بيستمر الضغط بتاع منشستر يونايتد في استغلال المساحات مع ترك الكورة لي مين لريال سوسيدات خدوا تلك الكورة تعالوا عندنا في المنطقة بتاعتنا ناخد احنا منكم الكورة هبه هجمة خطر على طول وده اللي كان بيحصل وتلاقي ان فيه كورة تلعبت لعمك برونو وتشوف زكاء اللعب بصراحة يعني اللي فيه حارس المرمى طالع ومعاه مدافع اللي هو مش عارف كان عايز يلعب كراتيج تقريبا يعني طموح ان هو يلعب كراتيج ملعبش كورة قدم هب التنين اللزقوا في بعض وسبوا الكورة اصلا ما لهمش دعوة به وبرونو الراجل لقيها على طبق من دهب حطها في الجول زكاء وفي انه طلع نفسه مع انه كان اقرب للكورة من حارس المرمى واقرب للكورة من لعب مش مستهلة ان انا يعني انا شايف ان ليه هجمات كتير كمانشستر يونيتد وبستغل مساحات كتير والفريق اللي قصادي مش عارف يداري المساحات اللي عنده يبقى انا اخش في معركة ليه انا عارف ان انا حطلع مصاب منها لو برونو فرناندس فكر ان هو ياخد الكورة كان حيخدها ويشطها وتقريبا تخبط في الحارس تخبط في مدافع او ما يقدرش يوجهها كويس في الجون المهم بعيدا عنده كله كنت هتلاقي المدافع لبس فيه وحارس المرمى اللي بس فيه ومش هياخد لبلنتي ولا اي حاجة وحتى لو اخد بلنتي انت كنت هتخسر لعب نفسه كأصابة فده تفكير من اللعب فجون التاني شوف الراجل هو جاي يعني شايف المرمى زيه زي راشفورد شايف المرمى ما شطش اي حاجة وبس ما اعتمدش على قوته هبه شوط يا معلم زي ما تيجي تيجي لا اركن وميت فل واربعتاشر ركن حطها جون الهدف الثالث عمل كده راشفورد يعني الهدف الثالث عمل كده يبدو ان هو بين الشوطين عمنا قولي جولنر سلشير اداله الدوش اللي هو ما ينفعش كده يا حبيبي يا بابا العب على زاوية ما تلعبش في نص الجون مش اللون المختلف تروح شايد فيه لا لا شوفوا اللون اللي شبه بعضه هتخش جون اللون اللابيات ده اللي انت شايفه كتير شوف فيه هتلاقيها دخل الجون وده اللي عمله راشفورد الجون الرابع بتشوف اني عمنا دانيل جيمس بيستغل الموضوع من زاوية ميتة هو بص شوف خرم ابرة قالك حشوت في خرم الابرة دي دخلت جون ما هو اصعب حاجة يسدها الجون هو خرم الابرة اللي موجود عنده جون والجون الرابع ده غير ان انت ضيعت فرص كتير ده غير ان انت ضيعت هدف وتحسب افصايد يعني انت كنت ممكن تخرج بحاجات اكتر من كده بكتير ممكن تخش بنص داستة واكتر من نص داستة تعمل التمانية اللي عملوها قبل كده اللي ما يسموهش بايرد ميونيخ يعني بصراحة على الرغم من ان انا زعلان ان انا ما شفتش الماتش لكن انا فرحان جدا بالنتيجة اللي حصلت اولا خلينا نعد المكاسب انت اولا عملت الروتيشن للفريق بتاعت اديت وقت للعيبة صغيرة في السن زي امد يلو انه هو خد وقت مع الفرقة والراجل على فكرة والله باين هو يعني لعيب الراجل فيه كرة كده كانت جنب الخط لما من له تلات لعيبة من ريال سوسيداد اللي هو في حتة متر في متر وراحوا عاملين عليه فاول طبعا ممكن ناس كتير تتساءل هو ليه جناح يمين وبيلعب في الناحية الشمال دي ممكن بس عشان قولي جولن رسول الشار كان عايز ان رجله الاقوى تبقى داخل الملعب بحيث ان هو يقدر يسدد فالراجل يعني المساحة موجودة هنا في الناحية اليمين كتير او في الناحية الشمال بتاعة منشستر رونيتد كتير فالراجل يقدر يتقدم ويقدر ان هو يخد لكورة يسدد من خلالها ياخد الثقة زيادة مفيش مانع ان هو يجيب هدف فياخد ثقة اكبر فعشان كده كان بيلعب عن ناحية الشمال بتاعة منشستر رونيتد لكن لو في وضع عادي هتلاقيه الراجل بيلعب عن ناحية اليمين اللي هو الافضل بالنسبة له اللي هو بيلعب فيها لكن الراجل من ساعة ما جبناه من اطالنطا هو بيلعب يمين وبيلعب شمال دي تاني ميزة تالت ميزة بقى عندك ان انت فست بنتيجة مريحة جدا تخليك تقدر في المباراة العودة تريح كمية لعبة زي ما انت عايز لاني ما اعتقدش مهما كان الفريق اللي حننزل بيه قصاد ريالس السيداد يقدروا يجيب فيك اربعة عشان يخشوا مثلا في الوقت الاضافي صعبة جدا يعني انت لو خسرت على ارضك اربعة هو انا بقى عليك ليه فبصراحة كلها مميزات مباراة كلها من اولها لاخرها مميزات بالنسبة لقولي جولن رسولو شاير يقدر يبني من خلالها لعبة بتاخد وقت ما كانتش بتلعب لعبة صغيرة عندك دخلت في التشكيل وكمان في مقش العودة تقدر تبتدي بيهم نتيجة كويسة جدا تخليك ان انت المقشاط اللي حتلعبها في الدوري الصعبة اللي بعد مقش العودة تخش وانت مستريح لانك مريح لعبتك فيخش ويلعبوا المطش القوي ده براحتهم كمان واخر واهم ميزة انها بتأهلك مباشرة للدور اللي بعد كده اول فريق تحط اسمه والكورة بتاعته في دور التمانية في دور الستاشر مش دور التمانية ده صح الدور الاوروبي ده معلش يعني غلطة من عندي حيكون منشستر يونايتد الف مبروك لكل جماهير منشستر يونايتد اه ممكن لسلوب استحوازي احنا لسه ما زلنا ما نقدرش نبقى فريق استحوازي في كل مباراة وعلى كل فريق وان كنت انا شايف اننا ممكن نعمل ده قصاد ريال سوسيداد لكن اللي تغلبه العبه هو المثل بيقولك كده لو تقدر تغلب بحاجة معينة او هي اللي بتمشي معاك فالعب بيها وحاول بيها وما تغيرهاش في النهاية ده كان كل اللي عندي من خلال ما شفته من ملخص مباراة منشستر رينايتد وريال سوسيداد بس المهم عندي رأيك انت تقولهلي في الكومنتار انت رأيك كيف الربعية دي معلم ورأيك كيف الفرص اللي بيضيحها راشفورد دي ايه بالزبط هو راشفورد محتاج ايه بالزبط عشان يتضبط ويتعدل كده ويبقى مهاجم زي الناس لان الراجل بتجيله كور كتير وحرام بقى الكور دي اللي بتضيع صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته